مقامات الحريري المقامة الكوفية حكى الحارث بن همام قال سمرت بالكوفة في ليلة أديمها ذو لونين وقمرها كتعويض من لجين مع رفقة غذوا بلبان البيان وسحبوا على سحبان ذيل النسيان ما فيهم إلا من يحفظ عنه ولا يتحفظ منه ويميل الرفق إليه ولا يميل عنه فاستهوان السمر إلى أن غرب القمر وغلب السهر فلما روق الليل البهيم ولم يبط إلا التهويم سمعنا من الباب نبأة مستنبح ثم تلتها صكة مستفتح فقلنا من الملم في الليل المدلهم فقال يا أهل ذا المغنى وقيتم شرا ولا لقيتم ما بقيتم ضرا قد دفع الليل الذي كفهرا إلى ذراكم شعفا مغبرا أخى سفار طال واسبطرا حتى انثنى محقوقفا مصفرا مثل هلال الأفطحين افترا وقد عرى فناءكم معترا وأمكم دون الأنام طرا يبغي قرا منكم ومستقرا فدونكم ضيفا قنوعا حرا يرضى بمحلولا وما أمر وينثني عنكم ينث البر قال الحارث ابن همام فلما خلبنا بعذوبة نطقه وعلمنا ما وراء برقه ابتدرنا فتح الباب وتلقيناه بالترحاب وقلنا للغلام هيا هيا وهلم ما تهيا فقال الضيف والذي أحلني ذراكم لا تلمظت بقراكم أو تضمنوا لي أن لا تتخذوني كلا ولا تجشموا لأجلي أكلا فرب أكلة هادت الآكل وحرمتهم آكل وشر الأضياف من سام التكليف وآذى المضيف خصوصا أذى يعتلق بالأجسام ويفضي إلى الأسقام وما قيل في المثل الذي سار سائره خير العشاء سوافره إلا ليعجل التعشي ويجتنب أكل الليل الذي يعشي اللهم إلا أنتقد نار الجوع وتحول دون الهجوع قال فكأنه اطلع على إرادتنا فرما عن قوس عقيدتنا لا جرم أننا آنسناه بالتزام الشرط وأثنينا على خلقه السبط ولما أحضر الغلام ماراج وأذكى بيننا السراج تأملته فإذا هو أبو زيد فقلت لصحبي ليهنأكم الضيف الوارد بل المغنم البارد فإن يكن أفل قمر الشعر فقد طلع قمر الشعر أو استسر بدر النثرة فقد تبلج بدر النثرة فسرت حمية المسرة فيهم وطارت السنة عن مآقيهم ورفضوا الدعة التي كانوا نووها وثابوا إلى نثر الفكاهة بعدما قووها وأبو زيد مكب على إعمال يديه حتى إذا استرفع ما لديه قلت له أطرفنا بغريبة من غرائب أسمارك أو عجيبة من عجائب أسفارك فقال لقد بلوت من العجائب ما لم يره الراوون ولا رواه الراوون وإن من أعجبها ما عينته الليلة قبيل انتيابكم ومصيري إلى بابكم فاستخبرناه عن طرفة مرآه في مسرح مسراه فقال إن مرامي الغربة لفضطني إلى هذه التربة وأنا ذو مجاعة وبوسى وجراب كفؤاد أم موسى فنهضت حين سجد جا على ما بي من الوجا لأرتاد مضيفا أو أقتاد رغيفا فساقني حاد السغب والقضاء المكنى أبا العجب إلى أن وقفت على باب دار فقلت على بدار حييتم يا أهل هذا المنزل وعشتم في خفض عيش خضلي ما عندكم لابن سبيل مرملي نضو سورا خابط ليل أليلي جوي الحشى على الطوى مشتملي ما ذاقمذ يومان طعم مأكلي ولا له في أرضكم من موئلي وقد جا جنح الظلام المسبلي وهو من الحيرة في تململي فهل بهذا الربع عذب المنهلي يقول لي يقول لي ألق عصاك وادخلي وابشر ببشر وقرا معجلي قال فبرز لي جوذر عليه شوذر وقال وحرمة الشيخ الذي سن القرى وأسس المحجوج في أم القرى ما عندنا لطارق إذا عرى سوى الحديث والمناخ في الذرى وكيف يقري من نفى عنه الكرى وقوا برى أعظمه لمن برى فما ترى فيما ذكرت ما ترى فقل ما أصنع بمنزل قفر ومنزل حلف فقر ولكن يا فتا ما اسمك فقد فتنني فهمك فقال اسمي يا زيت ومن شئي خيت ووردت هذه المدرة أمس مع أخوالي من بني عص فقلت له زدني إيضاحا نعشت ونعشت فقال أخبرتني أمي بره وهي كاسمها بره أنها نكحت عمنغارتي بماوان رجلا من سراتي سروج وغسان فلما آنس منها الإفقال وكان باقعة على ما يقال ضعن عنها سر وهلما جر فما يعرف أحي هو فيتوقع أم أودع اللحظة البلقع قال أبو زيت فعلمت بصحة العلامات أنه ولدي وصدفني عن التعرف إليه صفر يدي ففصلت عنه بكبد مرضو ودموع مفضوضة فهل سمعتم يا أولي الألباب بأعجب من هذا العجاب فقلنا لا ومن عنده علم الكتاب فقال أثبتوها في عجائب الاتفاق وخلدوها بطون الأوراق فما سير مثلها في الآفاق فأحضرنا الدوات وأساودها ورقشنا الحكاية على ما سردها ثم استطلناه عن مرتآه فسط ضمام فتاة فقال إذا ثقل ردني خف علي أن أكفلتني فقلنا إن كان يكفيك نصاب من المال ألفناه لك في الحال فقال وكيف لا يقنعني نصاب وهل يحتقر قدره إلا مصاب قال الراوي فاتزم منه كل منا قسطا وكتب له به قطا فشكر عند ذلك الصن واستنفد في الثناء الوسق حتى إننا استطلنا القوم واستقللنا الطور ثم إنه نشر من وشي السمر ما أزرى بالحبر إلى أن أظل التنوير وجشر الصبح المنير فقضيناها ليلة غابت شوائبها إلى أن شابت ذوائبها وكمل سعودها إلى أن انفطر عودها ولما ذر قرن الغزالة طمر طمور الغزالة وقال إنهبنا لنقبض الصلاة ونستند الإحالات فقد استطارت صدوع كبدي من الحنيل إلى ولدي فوصلت جناحه حتى سنيت نجاحه فحين أحرز العين في صرته برقت أسارير مسرته وقال لي جزيت خيرا عن خطى قدميك والله خليفتي عليك فقلت أريد أن أتبعك لأشاهد ولدك النجيب وأنافثه لكي يجيب فنظر إلي نظرة الخادم إلى المخدوع وضحك حتى تغرغرت مقلتاه بالدموع وأنجد يا من يظن السراب ماء لما رويت الذي رويت ما خلت أن يستسر مكري وأن يخيل الذي عنيت والله ما برت بعرسي ولا ليبن به اكتنيت وإنما لي فنون سحر أبدعت فيها ومقتديت لم يحكها الأصمعي فيما حكى ولا حاكها الكميت تخذتها وصلة إلى ما تجنيه كفي متى اشتهيت ولو تعافيتها لحالت حالي ولم أحوي ما حويت فمهد العذرة أو فسامح إن كنت أجرمت أو جنيت ثم إنه ودعني ومضى وأودع قلبي جمر الغضى